نبقى في أبيان فقد التقى محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم رئيس لجنة الإنقاذ الدولية زينية نيجوس في حضور مدير أمن المحافظة العميدة الخضر علي النوب ومدير عام التخطيط والتعاون الدولي وضاح حماس وفي اللقاء رحب المحافظ بالوفد مؤكدا على أهمية زيادة التعاون بين السلطة المحلية ولجنة الإنقاذ الدولية وبما يسهم في تنفيذ برامج تنموية تسهم في تعزيز المسيرة التنموية في مختلف القطاعات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين في كل مديريات أبيان إلى ذلك أشار رئيس لجنة الإنقاذ الدولية أن اللجنة بدأت نشاطها في أبيان مطلع عام 2012 وتقوم اللجنة بتدخلات في الصحة والتغذية ومشاريع المياه كما تم في الفترة الأخيرة إدخال برنامج تمكين المرأة ومشروع الغذاء في إطار التعافي الاقتصادي لافتا أن اللجنة أيضا لديها فريق طبي متنقل ويقدم الأدوية مجانا هذا وقد خلص اللقاء إلى وضع عاليات تنسيق مشتركة مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي حضر اللقاء مساعد مدير الأمن محمد العبان ومنسق المنظمات الدولية خالد إبراهيم وعدد من مدراء عموم المرافق والمؤسسات الحكومية اشتركوا في القناة